400000 قراط من الالماس الخام جمعت من مناجم انجين وجنان وديتيزي ومرانج وكوسيانا في زمبابوي لتعرض في مزاد احتضنته بورصة دبي للالماس اجدثبت من خلاله نحو 150 تاجرا كل يوم على مدى اسبوع هذا اول مزاد لزمبابوي في دبي زمبابوي لعب جديد في قطاع الالماس بدأ منذ العام 2008 ولديهم الامكانية ليصبحوا احد اكبر منتجي الالماس في العالم نحن لدينا الامكانات اللازمة لتنقية الالماس من الشوائب وتم تنقية نحو 60 الف قيرات في المركز من مجمل 400 الف قيرات التي عرضت في المزاد القيمة الاجمالية للمزاد وصلت الى 30 مليون دولار ومعظم التجار المشترين كانوا من الهند الذين ينافسون على مراكز متقدمة لتجارة الالماس المزاد رائع ومعظم المتواجدين هنا قدموا من الهند وحصلوا على ما يريدون هناك طلب كبير على الالماس من زمبابوي بالاضافة الى كاتوغا وانجولا وشيكابا الموقع الجيغرافي للامارات بين الهند والصين من جهة وافريقيا من جهة اخرى جعلها منطقة جاذبة للالماس حول العالم لم تكن دبي على خارطة تجارة الالماس في العام 2002 ثم تأسس مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للالماس في 2004 وكنا وقتها نقوم بتجارة تقدر بنحو 100 مليون دولار سنويا اما اليوم فسجلنا نحو 40 مليار دولار في العام 2012 مما جعلنا ضمن المراتب الثلاثة الاولى حول العالم نحن نحاول اقامة مزاد او اثنين كل شهر في العام الماضي قمنا بنحو 12 مزادا وفي دراسة لشركة باينان كومبيني توقعت زيادة المبيعات السنوية للالماس عالميا بنسبة تبلغ 60% حتى عام 2020 وارجع السبب في ذلك لارتفاع طلبات المستهلكين من الطبقة المتوسطة خصوصا من الهند والصين التين يتجاوز عدد سكانهما مليار نسمة ترجمة نانسي قنقر